منذ ما يقرب من 170 عاماً كانت قلعة الملكة إليزابيث ملاذاً سرياً للعائلة الملكية في المرتفعات الأسكتلندية قلعة الملكة إليزابيث هي قلعة بالمورل الواقعة في أجمل منطقة ريفية في مرتفعات أسكتلندا في عام 1842 وقعت الملكة فيكتوريا وزوجها الأمير ألبرت في حب أسكتلندا أثناء قضائهم العطلة الصيفية السنوية هناك كانت فيكتوريا مغرمة برومانسية أسكتلندا التي أحبتها وكذلك فعل الأمير ألبرت فقد ذكرته بألمانيا ومسقط رأسه في جبال بافاريا العظيمة التي كانت بالطبع مليئة بالقلاع الرومانسية ولذلك قررت فيكتوريا وألبرت لاستثمار في قلعة إسكتلندية خاصة بهما فاشتري تلك القلعة دون أن يرياها وكانت اللوحة المرسومة لها كافية لجعلهما يدفعان 30 ألف جنيه إسترليني أي حوالي 4 ملايين جنيه إسترليني لشرائها اليوم قالت الملكة فيكتوريا حينها بالمور المكان مثالي للهروب من أحزان العالم في ذلك الوقت كانت الحروب مشتعلة عبر أوروبا ما عدا أسكتلندا ولذا وجدوا المكان المثالي لهما هناك ولكن كانت هناك مشكلة صغيرة بالنسبة إلى القلعة نفسها فعندما ذهبوا للزيارة في عام 1848 قالت فيكتوريا حسنا إنه جميل ولكنه صغير بعض الشيء لذلك بدأوا في بناء القلعة الحالية بتوسع أكبر بمسافة 100 يرده وعندما تم الانتهاء منها صارت تحتوي على 70 غرفة بما في ذلك قاعة احتفالات ضخمة ويعود برجها المكون من 7 طوابق إلى منازل الأبراج الدفاعية في العصور الوسطى قلعة بالمور المبنى استثنائي حقا إنها منزل ريفي به برج كبير يبدو وكأنه منظر طبيعي كبير وبالإضافة إلى القلعة هناك 150 مبنى آخر في جميع أنحاء هذه الولاية بما في ذلك منازل ريفية ومصنع تقطير لأنقى أنواع الخمور وأجودها في العالم قلعة بالمورال هي الملاذ الملكي الإسكتلندي ليست مجرد منزل بل هي عبارة عن ملكية عقارية تبلغ مساحتها 50 ألف فدان أي ما يقرب من ضعف مساحة مدينة منشستر الإنجليزية كما تحوي مئات الأفدنة الخضراء بحيث يمكنك المشو لمدة أربع أو خمس ساعات دون أن تصادف أحدا على الإطلاق اشترت الملكة فيكتوريا والأمير ألبرت قلعة بالمورال لتكون سكنهما الرومانسي بعيدا عن الواجب الملكي والمراسم الاحتفالية وصخب العاصمة ومشاكل المملكة والعالم بحيث يمكنهما الانغماس في هواياتهما فالأمير ألبرت كان يصطاد الغزلان وكانت فيكتوريا ترسم الكثير من اللوحات الفنية الرائعة لكن كل ذلك قد انتهى في عام 1861 بموت ألبرت المبكر وبموته تحطمت الملكة فيكتوريا معنويا وانطوت على نفسها بعيدا عن العالم في قلعة بالمورال حيث وجدت هناك عزاءها في زوجها الراحل وهنا على شواطئ بحيرة القلعة بنت ما أسمته منزل أرملتها حيث يمكنها الحداد بسلام وفي عام 1953 توجت الملكة إليزابيث على عرش المملكة المتحدة وحافظت على قلعة بالمورال التي ورثتها عن جدتها الكبرى الملكة فيكتوريا حتى وفاتها في سبتمبر أيلول من هذا العام يعد كل قصر ملكي فريدا من نوعه بحيث يناسب مظهر من عاش فيه فقد جرى تصميم قصر جورج الرابع باكنهام ليكون تحفة فنية تهيمن على لندن بينما بني قصر وليام الثالث كينسنتون خارج لندن حيث كان يعاني من الربو فأراد تجنب التلوث ولكن لا يوجد أي قصر يرتبط ارتباطا وثيقا بملك معين مثل قلعة بالمورال التي تتميز بأنها ترتبط بالملكة فيكتوريا وقصة حبها غير المروية مع زوجها الراحل الأمير ألبيرت إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الأعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلك كل جديد